جلالتك الأيام تمر بسرعة ما زالت السنين الخوالي تطردني وبغمضة عين أصبحت الإمبراطورة الكبرى أجل لو كان بإمكاني أن أوقف الوقت لسرعت بإيقافه لكن هذا مستحيل مستعد للمغادرة؟ نعم سأغادر في صباح الغد ولا أعرف متى سنلتقي مجددا سوف تغادر وأنت ستبقين هنا؟ أجل سأبقى لا أستطيع انتزاع نفسي من هذا المكان المسؤوليات كبيرة ويجب أن أعين لوك على تحملها يحتاج مساعدتي ووجودي ليدير هذه البلاد أعتني بنفسك شكرا لك وأنت أيضا اهتم بنفسك أتمنى أن أراك مجددا تعال لزيارتي لما تصرين على البقاء؟ قصر هان كبير جدا ما الذي يعنيه لك؟ لم يعد هنا راح وتركني لكن حتى هذه اللحظة ما زلت أحس به لقد تهت تماما لكنني لم أندم أنني كنت بجانبك ووجودي بجانبك جعلني سعيدا في عام 157 قبل الميلاد مات الامبراطور لوهينغ وقد أصبح ابنه الأكبر لوكي امبراطورا وجعل أمه الامبراطورة ييفانغ الامبراطورة الكبرى للبلاد أمي اقرأي هذا عيني ضعيفتان اقرأه لي لو سمحت سيونغ يهاجم حدودنا ولا يوجد دفاع مناسب يافو يريد أن يكون القائد أمي ما رأيك بهذا قرر بنفسك سيضحك الناس عليك إذا قمت بسؤالي عن كل شيء ترغب بفعله لي جوانغي حروس شانج آن والجنرالات لديهم مهام أخرى إذا حدث أي شيء سيكون سيئا للبلاد لماذا أنت متردد لجعل يافو القائد؟ مع أن يافو عبقري إلا أنه لم يدخل معركة منذ مدة ولدي أنت تفكر جيدا وتستطيع أن تقرر يجب أن تكون لديك ثقة بنفسك لا تسألني الإرشاد في كل مرة من سيعطيك الإجابات إن لم أكن هنا حسنا سأصدر الأوامر عن إذنك لوكي هل تريدين شيئا آخر؟ هل أنجبت مورين؟ نعم صبي أم فتى؟ صبي أسمته جدتي لورونغ رائع لورونغ لورونغ اسم جميل جدا يعني عائلتنا سوف تزدهر كلامك صحيح لا تنم في مكتبتك الخاصة كيف ستزدهر عائلتنا إنم تطول الوقت في مكتبتك حسنا لن أفعل جنرال يعفو جلالتها تطلب منك أن تأتي في وقت آخر تفضل سيدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر احزر من أنا احزر من أنا أنا أقرأ مذكرات العرش لست في مزاج المزاح أبدا مولاي هيا عودي الأمير الصغير سيبكي الآن مولاي قلت عودي تحياتي الإمبراطور لا يحب المقاطعة عندما يقرأ لذا أنصحك أن تبتعدي من هنا مولاي لقد قمت بإعداد بعض الكاكلك أرجوك تذوق أخبرتك مراراً أن لا تقاطعيني وأنا أقرأ مذكرات العرش هل أنت صماء؟ هيا أذهبي حاضر على الأقل بدأت المشي وسأمشي الخمسين خطوة أنا سأمشي الخمسين خطوة وبسرعة كبيرة معي ابني سيساعدني أما أنت بلا ولد ولن تمشي ولا حتى خطوة واحدة جلالة الإمبراطور أهلاً أختي يبدو أن لا الملكة ولا المحظية ترضيانك قل لي أي نوع من الفتيات تفضل أختي أرجوك لا تسخري الرجل الذكي يغطب ود المرأة يحب بعمق تفهم ما أقصد وانججي انتهت مدة الحداد ماذا تنوين أن تفعلي؟ سأذهب للقصر سأصبح محظية هذا رائع وانججي أنت محقة الحياة ستستمر بالرغم من كل الظروف الاستمتاع بالثروة والمال هو المهم وعد ذلك وهم هيا بنا فلنتوجه إلى العاصمة أنا متأكدة أن الإمبراطور سيحبك هيا سأذهب هناك لكي أقتله يا لها من سخافة كيف تجرؤين على قول ذلك؟ هذا سيؤدي لقطع رأسك أعرف ذلك لكنه قتل زوجي يجب أن أنت قيم منه حتى لو دفعت حياتي إياك أن تخاطر بحياتك يا ابنتي ألا تعرفين أن الإمبراطور يحيط به الحراس؟ ستقتلين قبل الوصول إلي هذا أمر محتم اسمعي لا تفعل ذلك لا تجعليني أموت حزنا عليك أرجوك أمي لا تقلقي سأتحمل النتائج وإن كنت قلقة علي سنودع بعضنا شكرا على تبنيكي لي إذا نجحت بالانتقام منه وبقيت على قيد الحياة سأجدكي أما إذا مت أتمنى بأن لا تنسيني إلهي الإمبراطور يحبك كثيرا لماذا ترفضينه؟ لماذا لا تنسي أمر وانك سون؟ لماذا؟ وانك شي لا تستطيعين الدخول سيدتي لماذا لا أستطيع؟ سبق لك الزواج من قبل فكيف سيتزوجك لإمبراطور الآن؟ هذا مستحيل نحن نعرف بعضنا ادخلني لن يلومك الفتيات دائما يكذبن تعتقديني أنني سأصدق هذا؟ هذا مستحيل هيا خرجني هنا هيا لا تكن فضا أيتها الأميرة سيدتي الأميرة أخبرني هل الفتيات هنا؟ سيدتي ليس بعد ماذا؟ تقول إنك لم تحضر الفتيات بعد؟ أنت مهمل أعتذر أعتذر سيدتي ما بك؟ لماذا هي تبكي؟ كم أنت غبية أيتها الأميرة دعيني أحاول أنت؟ سوف أحاول لقد جعلتها تهدأ الأطفال مثل الكبار ضميهم بحب وحنان سوف يشعرون بالأمان أنت محقة بسمك وانك جي وانك جي اسم جميل خسارة جلالة الإمبراطور أختي؟ هل نمت بالأمس هنا مجددا؟ أنا مجهول عليك أن تستمتع بحياتك حسناً لن أخذ من وقتك لدي شيء جيد مؤكد أنه سيعجبك ما هو؟ أخذ من وقتك أخذ من وقتك أخذ من وقتك مولاي الإمبراطور وانج جي وانج جي ما؟ ماذا يحدث؟ توفي زوجها منذ مدة ولا يوجد من يعيلها لذا أويتها عندي قالت إنها تعرف جلالتك جيداً ويجب أن تبقى هنا هذا عظيم وأن تصبح سيدة بلاطاً في القصر افتعجي عنه أيها الحنار لماذا؟ سفقت افتعجي عن أخي افتعجي يجب أن أقتلك لقد قتلت زوجي احب الإمبراطور افتعجي عني توقفي سوف أقتلك لا تمسوها بسوء من يؤذيها؟ فهو عدوي حقاً؟ ماذا تقول؟ أختي أخي؟ أخي أخي استدعو الطبيب فوراً هيا تحركوا استدعو الطبيب تحركوا هيا بسرعة حاضر أخي أخي أرجوك استيقظ أرجوك أخي أرجوك جلالة الامبراطور جلالتك هل تشعر بآلم؟ سمعت بأنك تعرضت لمحاولة اغتيال هل قتلوها؟ معلمي أريد مساعدتك لا تقول هذا جلالتك سأفعل كل ما أستطيع لأجلك فقط أعلمني بما تريد أريدك أن تبقي ما حدث سراً لا أريد للامبراطورة إن تعرف أتخاف أن تحزن الامبراطورة؟ أخاف أن يؤذي الفتاة ماذا؟ لم تنوي قتلي عن عمد هناك سؤوفة من بيننا حاضر جلالتك ما حدث قد حدث علي أن أبقيها في السجن بضعة أيام لا يعاملها أحد بسوء لا أتؤذوها هل فهمتني؟ أرجوك نعم جلالتك مولاي تعال إلى هنا عدني حاضر أيها الجنرال أيها الجنرال الفتاة التي في السجن حاولت الانتحار ماذا؟ دعوني أموت اتركوني دعوني أموت لا شأن لكم به وجه شير أريد أن أموت إنها تشبه سيدة شير كثيراً هذا غريب فعلاً غريب دعوني أموت اتركوها سيدي تحاول الانتحار وضربت رأسها بالحائط هناك قول المال والعمر مقدران من الله فإذا كانت تريد الموت لا أحد سيمنعها اتركوها حاضر انصرفوا الآن بأمرك ما تفكرين به غباء هل تعرفين هذا؟ حين أتيت إلى هنا عرفت أنني لن أعيش أفضل الموت بسرعة هذه أسوأ طريقة هل لديك طريقة أفضل؟ سأخبرك عن طريقة أفضل والطريقة الأمثل إذا بقيت حياً لماذا حاولت قتل الإمبراطور؟ أراد الزواج بي وقتل زوجي لا يمكن أن يكون فعل هذا لابد أنك أسأت فهمه لكن كيف يمكن أن أسيء فهمه؟ أنت من أتباعه ومن الطبيعي أن تدافع عنه تقنعني بالخضوع له؟ اسمع لن ينالني حتى لو مت هذه أسوأ طريقة سأخبرك عن طريقة أفضل سأتركك تذهبين ثم تحاولين قتله مرة أخرى إذا نجحت نكون راضين بذلك ولكن إذا فشلت ستمتين كما تشاء لماذا تساعدني؟ لأن طريقة أفضل وهي؟ تقرب من أدوك تدريجياً دعيه يحبك كثيراً بهذا تحكمين قبضتك على الدولة تريد أن تستخدمني؟ بل أريد أن أساعدك لكن المشكلة كيف يثق بي؟ هذا شأنك أنت أسوف تنجحين من يؤذيها فهو عدوي حقاً ماذا هناك؟ لا لا شيء ما رأيك بمذاكرات العرش؟ رغم صغري سنك قمت بترتيب كل شيء بشكل جيد يبدو أنه يجب أن أعيد النظر ولدت لتكون إمبراطوراً شكراً لك علمتني جيداً لأكون إمبراطوراً جيداً سأقتدي بأبي أخبرني أنت بخير؟ لا تبدو بخير لم أنا مجيداً ليلة أمس إذا كان لا يوجد شيء سأغادر الآن هناك ما أريد القيام به أمور الدولة مهمة وصحتك كذلك ما يقلقني أن تهمل صحتك من أجل النجاح السريع حاضر بعد إذنك من أين هذا الدم؟ ماذا هناك؟ لا شيء لا شيء لوكي وانجي أيها الحرس مولاي تعال افتح الباب حاضر وانجي 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 ماذا تفعلين؟ ها؟ من أنت؟ وإين أنا؟ إنه أنا أنا لوكي الإمبراطور من لوكي؟ من الإمبراطور؟ وانجي ماذا حصل؟ لماذا نسيت كل شيء؟ ها؟ وانجي الطبيب أحضروا الطبيب بسرعة حاضر مولاي أيها الطبيب كيف حالها؟ كنت بفحصها ولا يبدو أنه أمر خطير عدا إصابتها بصدمة ربما هناك إصابة في الدماغ ولا أعتقد أنها ستتذكر شيئا من حياتها وهل ستشفى؟ حسب ما يذكر في الكتب الطبية فإن هذا المرض قد يشفى فجأة وأحيانا لا يمكن شفاءه تفضل شكرا حضرت جلالة الإمبراطورة لوكي لوكي أمي لماذا أنت هنا؟ صدمت لرؤيتي هذا انظر من أين هذا الدم؟ هل جرحت؟ أين جرحك؟ لا 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 هذا ليس دمي إنه دمها من هي؟ إنها إنها محظية الجديدة قلت محظية؟ اسمح لي برؤيتها شير لماذا عدتي؟ لماذا تؤذين ابني؟ أمي أمي هذه ليست شير اسمها وانجي هي محظيتك الجديدة؟ أجل والدم؟ وقعت وأصيبت كوني حذرة رؤية الدم في البلاط فأل سيء جدا أخبرتها بذلك لن يحصل ثانية حسنا سوف أراك لاحقا انصرفنا جميعا سأستدهيكنا فيما بعد حاضر أختي أختي اشتقتوا إلهيكي أختي أختي شير أختي لما أصبحنا عدوتيني بهذه الصورة؟ كم أتمنى لو تعودوا الأيام الأولى؟ هل تذكرين؟ حين أتينا للقصر ونحن فتيات كنت تحمينني أختي أشعر بألم ألم كبير شير لم أرد أذيتك أنت أجبرتني على هذا لو سمحت إن كانت روحك موجودة غادر البلاط لا تجعل ابني يعاني من هذا الكره الذي بيننا أتوسل إليكي أتوسل إليكي لن أفشل اسمعيني أختي سوف أنجح سيصبح البلاط لي أقسم بذلك صدقيني لا يمكن لا تفعلي لا تعامليني بهذه شير سمعت أن الإمبراطور لم يأتي لزيارتك منذ وقت طويل هل تعيشين حياة مريحة؟ ليست أفضل من حياتك تقدينا وقتك مرتاحة بعد أن أتيت أنا للبلاط أنت أجل أختي الأفضل ألا ننتقد بعضنا سيستغل أحدهم الخلاف؟ ماذا؟ أختي ألا تعرفين أن الإمبراطور أخذ محظية جديدة؟ سمعت أنها تزوجت من قبل لا أدري أي خدعة استخدمت الإمبراطور يحبها بجنون لا يمكنني الفوز بحب الإمبراطور على أي حال أكان يحبها هي أو أنت فذلك ليس من شأني وأرجو أن يذهب دائما لزيارتها لأن الزوجة بطبعه لا يحب السيدة المغرورة لا يهم إن كنت مغرورة أعتمد على الأمير الذي أنجبته أنا مجرد محظية ولست متضررة مثلك سمعت أن الإمبراطور يريد تغيير الإمبراطورة أنت مخطئة لن يفعل ذلك هل تصدقين أن الإمبراطور يمشي حاملاً إمرأة على ظهره؟ أنت مرأة وقحة وأكيد لا يوجد من هو أوقح منك أختي أنظري أختي إلى متى تستطيعين الاحتمال؟ بالنسبة لي أنا لا يمكنني أن أحتمل ودعان مولاتي مورين أختي العزيزة لا داعي لهذه الرسميات بيننا بماذا أستطيع خدمتك؟ لا تكلميني هكذا فنحن نتشارك الزوج نفسه سمعت أن الإمبراطور قبل محظية جديدة وجميلة لذا قررت أن أتعرف عليك لدينا الوقت الكافي لنتعرف على بعضنا ونحل المشاكل معاً أختي الجميلة الإمبراطورة ستقيم مأدبة ماذا سترتدين؟ لا أعرف لست جاهزة دعيني أخبركي أمراً الإمبراطورة تهتم جداً بالمظاهر إذا سار شيء خاطئ ستغضب جداً تعال يا فتاة واجلبي معك الرداء الخاص حاضر إنه جميل جداً هذا لك لا أستطيع قبوله نحن أخوات ولا تكلفة بيننا إلعبي مع لورنغ لبرها سأعد الشاي لماما سيدتي هذا الرداء يشبه تماماً رداء الإمبراطورة تشاهوي أي أحقل هذا؟ هذا ما أريده بالضبط تفضلي كل شيئاً شكراً لست جائعة سأشرب الشاي فقط تأخر الوقت أين الإمبراطورة تشاهوي؟ حضرت جلالة الإمبراطورة جلالة الإمبراطورة جلالة الإمبراطور لماذا تأخرتي؟ الإمبراطورة أرادت أن ألعبها الشطرنج جلسي حاضر كم هي وانج جي وقحة؟ مهما كانت رغبتها بأن تصبح الإمبراطورة لم يكن عليها أن تظهر رغبتها بهذه الوقاحة أتنثرين بذور النزاع؟ وهل أحتاج لنثرها؟ فعلت فعلتها من الغريب أن الإمبراطورة لم تلمها حتى إنها تكلمت معها على انفراد قد لا تظلين الإمبراطورة في المستقبل تظنينني أغار كما تفعلين؟ لمعلوماتك لا يهمني ذلك الأفضل أن لا تهتمي ولا تلوميني إن وجدت نفسك نفيتي إلى قصر كولد أختي أشفق عليك لا أحد يساعدك سوى الإمبراطورة الكبرى وهي عجوز عجوز من يعرف إلى متى ستعيش؟ إن ماتت ماذا ستفعلين؟ وضعي أحسن من وضعك لدي ابن وسيصبح ملكا أو حتى إمبراطورا وسأصبح الإمبراطورة الكبرى أما أنت وضعك سيء ستصبحين إمبراطورة منبوذة لديك نماذج يحتذى بها بعضهن مات وبعضهن ظللنا في قصر كولد هل سمعت عن قصة السيدة كي؟ ماذا كانت؟ وإلى ماذا تحولت بعد كل عمرها هذا؟ اسمتي لماذا تهربين بعيدا؟ أنا قلقة عليك كوني حذرة هل علمتي؟ خفض رتبة عمك العسكرية هذا الصباح لحسن الحظ ليس لشيء فعل فقط لم يقم بأي إنجاز بمعنى آخر لا يوجد من يستطيع مساعدته هل أستطيع مساعدته بشيء؟ طبعاً تستطيعين عندما يكون الإمبراطور قربك أطلب أي شيء منه لكنه لا يريد حتى أن ينظر إلى وجهك الرجال متشابهون وهم يأكلون من نفس الصحن ظل على حبه لهذه المدعوة ماورين لكن من نتيجة أصبحت لديه محظية جديدة خالتك تعرف أنك جميلة حقاً ويفترض أن تجذبيه إليك لكن الرجال عادة لا يقعون في غرام الجميلة فقط لكن الممتلئ أنوثة والمتفاهمة أيضاً لا يطيق رؤيتي كيف يمكنني أن أظهر تفاهمي وأظهر أنوثتي إذا كان لا يريد أن يأتي فاذهبي إليه أنت جيدة ومن كل النواحي إلا عنادك الشديد سمعت أن الإمبراطور لم يقم باستدعائك لكن أنت لم تزوريه لا يبدو الأمر منطقياً أن تغضب بعضكما تطلبين مني المستحيل فلو توسلت إليه مؤكد لن يراني أنا أطلب منك هذا وأرجوك حاولي من أجل العائلة أنا أتقدم بالعمر وعائلتنا تعتمد عليك بعد موتي أنت أملنا الوحيد الآن جهوي إذا كان الإمبراطور لا يحبك سترجع عائلتنا للأيام القديمة كما كانت جهوي أتوصل إليك حاولي فقط أبذلي جهدك أرجوك ذلك أفضل من عدم المحاولة ما رأيكنا بهذا المكان؟ جميل جداً شيده الإمبراطور تعيز للسيدة كي لترقص فيه أحضرتكنا إلى هنا لأني أريد أن تتفقنا مع بعضكنا البعض بشكل متناغم خاصة أن الحياة في البلاط مملة أعملنا شيئاً ذا فائدة أتريدين أن ننظف المكان؟ ماورين أنت ظريفة بودي أن تتدربنا على الرقص في هذا المكان لتمضية الوقت ما رأيكم؟ أحببت الفكرة وأنت ما رأيك؟ أمك تسألك عن رأيك بالتدرب على الرقص ما قلته جميل إلا أنني لا أستطيع عندما جئت إلى القصر أخبرني الجميع هنا أنك كنت أفضل راقصة الآن لا لقد كبرت لست كبيرة لو خرجنا من هنا لظنك الناس أختنا الرابعة أنت شقية أختي لا تستندي على الألواح الخشبية إنها قديمة جداً ووجودها كعدمه تبدو مهترئة إذا وقع أحدهم لن نتحمل المسؤولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قبير قطبان منصة مجلس لأنه ليست قوية كفاية إنها خطيرة ماذا تعني؟ أظن أنك هدفهم لماذا؟ لابد أن من قامت بذلك امرأة لماذا قامت امرأة بذلك؟ السبب الوحيد هو الغيرة الامبراطور والمحضية مورين تستطيعني الفوزة بحب الامبراطور إذن أنت هدفهم الوحيد هذا واضح سأكون حذرة لا تذهبي إلى منصة مجلس الينهوة غدا اتفقنا مع الامبراطور وسوف أذهب كم هو جميل المكان بناه الامبراطور تايزو عندما أتى للبلاط رقصت هنا ذات مرة مع السيدة كي كانت أغنية تشانج آن أتعرفين؟ ورد ذلك في الكتب سمعت أنك وسيدك أفضل من يرقص ولكني لم أرى ذلك بنفسي سأريك اليوم سوف أرقص لك سأريك اليوم سأريك اليوم ما رأيك بالرقص مع الإمبراطورة بوجي؟ مستحيل، لا أستطيع الرقص مع الإمبراطورة بوجي بالطبع أنت أستطيعين هيا، أروب السرط هيا أمي، جدتي، أمي، جدتي، أمي، أمي، جدتي أحضرنا طبيب القصري بسرعة بسرعة جدتي، جدتي، أمي، جدتي